ازاكم يا شباب انا هدولاتي هتكلم عن fundamental of cavity preparation او principles of cavity preparation ازاي ان احنا نعمل cavity preparation ده ان شاء الله هيتشرح فيه هيبقى في حدود 8 فيديوهات ممكن يقضي او ينصح حاجة وسيطة بس هو يعني تقريب ان هيبقى 8 فيديوهات fundamental of cavity preparation قبل ما احنا نتكلم عن principles or fundamentals تاعت cavity preparation الاساس بتاعتها محتاجين ان اعرف يعني cavity ويعني ايه cavity preparation يعني اصلا المصطلح ده طيب عشان اعرف يعني ايه cavity فا اول حاجة cavity دي هي عبارة عن ايه يقول ان هي عبارة عن defect فين في الـ طب يعني ايه من طب يعني ايه من الـ المتكون من النسبة كتير مش soft tissue يعني حاجة hard tissue طب مين هو هم الـ اللي بيغطي الكراون من برا والدنتين اللي هو جوه في السنة سواء كراون او روت والـ اللي بيغطي الروت بتاع السنة من برا تماما يبدأ كده هو من طيب الكافيتي دي بتنتج عن ايه؟ احنا عرفنا ان هي عيب ولو عرفنا ان هي العيب ده موجود في من طيب العيب ده بيحصل بسبب ايه؟ هل هو بسبب حاجة فيسيولوجية؟ يعني بسبب حاجة طبيعية في جسمنا بيحصل ان يتكون كافيتي فجأة اكتر في السنة؟ دي حاجة طبيعية اكيد مش حاجة مش طبيعية فيه ناس ممكن تعيشه وتموته ما يتكون لاش اصلا كافيتي يعني ميحصلش عن دهم تساوس او ميحصلش عن دهم كافيتي في سنتهم فبالتالي طبما هي مش حاجة طبيعية هي حاجة مرضية طب الحاجة المرضية بنقول ان هي اسمها ايه؟ بنسمها نبتبها حاجة فهي بنقول ان طيب يعني زي ايه؟ زي مثلا الكيرز ايه هي الكيرز؟ الوقت تساوس ان فيه مثلا بكتيريا زي دي كده وهو حد على سنانه فيه شوية اكل مثلا ما غصاش سنانه فالاكل ده فيه من ضمنه الكاربويدريت تيجي البكتيريا تتغذى على الكاربويدريت تخرج اسد الاسد يأكل في السنة يعمل كافيتي وده طبعا كلام أورال بيتولوجي ما لناش دعوة به ممكن بسبب اتريشن يعني اتريشن اتريشن ده الاول اتريشن وابريجن واروجن التلاتة دولة احنا ممكن نحطهم تحت مصطلح اسمه انه بيحصل تاثوير التآكل في السنة بس التآكل ده بيحصل ازاي ان الاتريشن ده بيحصل بسبب توس توس كونتكت بسبب ان سنتين بيعاملوا كونتكت مع بعض بيحتاجكوا فبسبب احتكاكهم ده بدأ يتاكز الانامل وتكون كافيتي ازاي انه مسلا سنتين اقو بدأ ان هم بسبب احتكاكهم الكتير مع بعض فتكون ايه كافيتي او ممكن بسبب حد عنده مسلا بروكززم يعني ايه بروكززم انه بيجز على سنانه جامد مثلا هو نايم او بيبقى انسان عصبي فعلى طول بيبقى جزز على سنانه فتبقى ايه زي المنظر ده كده جزز على سنانه كتير فيبدأ ان سطح السنان من فوقه من هنا مثلا لو ده بستيرير يبقى الكلوز والسيرفس بتاعي يبدأ نوايك تاكل فيحصل ايه اتريشن ممكن مثلا حاجة زي الابريشن طب ايه هو الابريشن ابريشن ده زي وزي الابريشن بس فرقه بسيط ان بدلا ما كان توث توث كونتكت يبقى ممكن هيبقى حاجة بالمنظر ده ان فيه جهة فورن باضي مثلا ما بين السنان سنان وهي تقفل مع بعضها كده شوية تقفل في فورن باضي ما بينهم فايبدأن هو يعمل ايه يبدأن هو يعمل تاكل في سطح السنان دي بس مش بسبب ان سنة بتقبط في سنة بسبب ان السنة بتقبط في حاجة غريبة بسطحه غريبة طيب كده بس لا ممكن برضه يعني ده مش مثال ده اسدين يعني ممكن مثل تاني مثلا زي غسيل عسنان فممكن حد بيغسل سنانه بفرشة الشعر بتاعها ده نشف شوية خشل يعني وبيغسل بشكل غبي وبسرعة بيقعد يمشي كده بالفرشة طبعا ده غلط المفروض الغسلين ما منمشيش كده بالفرشة بيبقى في اتجاه واحد كده بعد نشير الفرشة بيبدأ عملها تاني بصحت كده فالمهم يعني مش هندخل في تفاصيل غسل السنان بس حد بيغسل سنانه غلط وبيتغشم جامد فنلاقيه بدأ يحصل هنا ايه شوية تأكل كده وده هو كامتي فده الـ إروجين تلت أحجاه الكيميكال lambda ده برده تثور بس بسبب كامل يعني خمسل بسبب حاجة الكيميكال والإروجين ده بسبب حاجة كيميكال حاجة كيميكال زي ايه حاجة كيميكال مثلا زي النساء اللي عن دهم جيرد يعني ايه جيرد ارتجاع في المريق ان المحطوات بتاعت المعدة بتتطلع في المريق وتبدأ انها كمان تكمل ممكن تخرج تتطلع في البقى فلما تطلق الأورال كافيتي تعمل إيه الأسيدي دي تيجي على السنان تعمل فيها إيروجين تعمل توثوير اللي احنا نسميه إيه إيروجين فده زي مين مثلا زي إيه زي ما احنا نبقين في الصورة هنا دي كده في البلدة السيرفوس بتاع المجزيرة الإنسايزور فيه هنا هو الجزء اللي نعمل متاكل وبين الدينتين أصلا صفر فده كده يبقى حصد إيروجين ممكن برضو إيروجين ده مسلا بسبب حد بيأكل حمضية فاكها حمضية أو حاجة بياخد دوا حمضي زي الأسبرين مثلا فيعمل إيروجين وهكذا طيب دلوقتي احنا عرفنا يعني إيه كافيتي طيب يعني إيه كافيتي بريبريشن يعني إيه تجهيز الكافيتي يعني أنا عندي كافيتي تعبانة كده فيها تسوس أو فيها أي أن يمكن محتوائها يعايزين نعملها بريبريشن يعني نعملها بريبريشن أصلا نشوف بقى الأول يعني إيه كافيتي بريبريشن ده كافيتي بريبريشنмотря بنقول ان هو عبارة عن ميكانيكال ألتريشن يعني إيه ميكانيكال ألتريشن يعني هو مش حاجة ثيرمن مش حاجة كامي كveyard يعني إيه برضو يعني إحنا مثلا وجينا نشوف حاجة عبيضة كده كافيتي بريبريشن ده ودي يكون إن دي سن خنامل فيها كافيتي بريبريشن فأهم نجيب الكنترا بتاعتنا فيها بير مثلا فيها بير بقى طبعا السابع الن cultures من بيرات. ايه بنبدأ بالروند بير نشوك بالكيرز كده فا ايه الراوند بير قعد يشتغل. لغاية ما في الاخر تكون عندي المنزر ده. بسيب ان قعدت احفر. فتكون عندي في الاخر دي. ليه كافيتي مسلا كده سطوء اهي. فاتق امازجم. فده احنا الوقت هل احنا عملنا حاجة جيت مسلا بترش اه او بمسدس نار يعني. وعدت سخن السنة سخن السنة ففجأة تحولت من من كافيتي. زي اللي كانت في الصدايد اللي فاتت فيها تساوس وبتاع فجأبت حاجة نظيفة كده وديها شكل معين وبتاع ما ما عملناش كده صح? طيب هل احنا جبنا مثلا اتريشن جبت انا اسد او جبت سليوشن ما بقى سليوشن ده كان ايه? وحطيته مسلا عالسنة. اه فاتكونت عندي كافيتي. فجأة سبحان الله بسحر كده لقيت عندي كافيتي تكونت. برضو ما عملناش كده. ما احنا عملنا ايه? جينا بالكنترة وقعدنا نحفره في السنة. طيب الحفر ده حاجة ايه? حاجة ميكانيكال. فبالتالي ده اسمه ايه? ميكانيكال اتريشن. المين? او الانجرد او الديسييز دي توف. الجزء يعيبين كوسين من هو الديفكتف او الانجرد او ديسييز دي توف. اللي هو الكافيتي. احنا نتكلمين عنه. فاحنا بنعمل فيه ميكانيكال اتريشن. بنبدأ ان احنا نحوله بطريقة ميكانيكال. تمام? طيب احنا بنعمل الخطوة دي دي. احنا اشمعنا بنعمل كافيتي بيربيريشن. عشان نحط بنعمل كافيتي بيربيريشن بالمنزر ده اقدر ان احط هنا بتاعتي. دي المادة الحشوة بتاعتلي يعني. عشان ارجع تاني ارجع السنة للنورمال فورم بتاعها. للشكل الطبيعي بتاعها. الاناتومي اللي احنا وغدينه بتاعها. وترجع بتاعتها تاني في المستيكيشن والحاجات دي. والقساتك بتاعها يرجع يبقى شكل السنة تاني. كويس. طيب. سوري. اه. نبدأها القصة كده بسيطة. بعد كده بقى احنا قبل ما نكمل يعني بقي الشرح او كده. نبدأ ناخد قصة بسيطة بس. اه. تفهمنا بقي الدنيا. ايام زمان مثلا. عوالي ايه? مية وخمسين سنة. متين سنة. وبعدين بقى احنا رجعين اكتر في الزمن عن كده يعني اقدم يعني او متين سنة. فيما بقى قبلها بقى. كان اسنان. ما فيش حال قصة اسمها اسنان. وكان فيه دنتس تعالي. كان فيه دكتور اسمان. بس الفكرة انه هو يعني كان دكتور اسمان ده كان ايه كله وظيفته في الحياة. انه هو بيعمل انه واحد جال وسنته واجعاه. فأول حاجة بيعملها انه هو ايه? بيخلع. ما بيفكرش. ما فيش حاجة. وما كانش فيه اصلا اي علوم من اللي عندنا دلوقتي دي. ما فيش بقى الابرة اللي احنا دراسة عليه. ما فيش كراون. ما فيش رموفي بروسيزيس. ما فيش سرجري. ما فيش ايه حالة غالص. يعني اسمان كلها كانت عبارة عن حاجة واحدة. فيه اخدع السنة. انتجه سندك واجعك. اخدعها. سندك فاتسوس. اخدع السنة. بس. فزي مثلا زيما انت شايفين كده. يعني كان قام زمان. حتى الخلع كان بيبقى صعب. انه كانش فيه جراح. فهو بياخد اكسري. ولا فيه ادوات مجهزة للكلام ده. ولا كان فيه بنج. ولا ايه حاجة. وكان زيما انت شايفين كده مثلا ان يجوا يكتفوه في الكورسي. ويشدوا السنة. او يربطوه. زيما انت شايفين في الصورة دي كده ربطو. طبعا منظر صعب. ويشد السنة. وكان في الشداب ايه. شوف ده الراجل ده مثلا في الشداب. ما عرفش ده ايه ده. طبعا بتقطع في الجنزير بقى. حاجة صعبة قوي يعني. وكانت هي دي عماتنا الاداة دي كانو بيخلقها طبعا شبه البنسة. الموضوع كان كارسي وكان صعب. يعني شغل السورتين ده ده يفتكت ده واحد سادي مثلا بيعذب ناس او كده. وربطو وهنا مكتفو. ما هيقوش قابلا ده مثلا دكتور سنان. زي بالوقتي. فكان الموضوع صعب. لغاية ايه بقاه. لغاية ما جاه واحد اسمه جي في بلاك. اللي هو الراجل ده. جي في بلاك ده عمل ايه? قال يا جماعة احنا مش اي سنة كده مش اي حد سنته بتوجه نخلع. احنا لازم نحط اسس ان احنا نبدأ ان السنة دي جزء اللي متصاب في السنة احنا هنشيل الجزء ده. ونحط مكانه مادة نحشيه بحاجة. حيث ان احنا نعوضه تاني نرجعه تاني. مش معقولة ان حد بس مجرد سنته بتوجه او فيها حيث وهو مائق الى تصوص بسيط. من احنا نخلع سنة دي. فحط Wellington بتاعه اللي احنا هنسميه ايه? احنا بنسميه كافتي مفروريتش. يعني ايه كافتي مفروريشن? كلمنا عنه طبعا على اسنانين ايه كافتي مفروريشن تابقية باستفاضة. طبء ايه شمعنا كلمة كافتي تكون منشنال عشان دي هي اول حاجة تحطت. اول تكنيك تحطت في كافتي مفروريشن. فبنقول عليهي كافتي اللي هي التقليدية الحاجة العادية الحاجة البدائية فالتكنيك بتاعه بنسميه Conventional Cavity Preparation طيب Conventional Cavity Preparation ده بنعمله عشان ايه بنعمله عشان الانالجم والكاستميتر يعني الكاستميتر ده يعني المعدن المصبوب طيب هل احنا بنعمله مثلا الكمبوزك لان احنا بنعمله بس اي نمر اكيد ما بنعملهش لحاجة من دي اش معنى اصلا شفيه بلاك ده حط الكلام النظرية بتاعته دي وبدأ ان هو يأسس هو مثلا القب الروحي بتاع الoperative او conservative dentistry دي لانه هو اذا حطت كل قصص بتاعتها وكمان حاصل حاجات في وحطت يعني هو من الناس المساهمين في بداية اصلا حاجة اسمها dentistry يعني فهو ايامه كلام ده كان سنة 1891 حاجة كده فطبعا وقتها يعني ما كانش في كومبوزك دي ايسه طالع ما بقلوش بتاع 20-30 سنة ولا كان فيه بقى جلس اين مرة الكلام ده وكان كل ما وجود عنده شوية معادن بيحطها يعني مكتر الف خيره فالمعادن ده مثلا حاجة سابيه كزيلا ومعادن يصب دهب مثلا او كده فالحاجات دي بتحتاج ايه عشان كانت قديمة شوية بقى مش زي طبعا الحداثة اللي احنا فيها دلوقتي فكان لازم ان احنا بنعمل لها specific wall form الحيطة بتاعتها يبقى عندها شكل معين يبقى فيه كمان الكافتي اللي احنا عملينها يبقى عندها معين لازم نجيبه ما يفعش ان نبقى اكتر منه او نبقى اقل منه يبقى فيه مورجنال فورم معينة اشمعنا بنعمل الكلام ده عشان الماتيريا اللي احنا بنستخدمها دي شوية المعادن دي عندها فتاعتها هي اللي بتحدد لي ان انا لازم اعمل كده ايه غصب عنه لازم اعمل كده انا لو ما عملتش الحاجات دي الماتيريا دي مش هتكمل في البقى هديبقى الحشوة دي هتبقى فشلة ممكن مثلا تتكسر ممكن تقعبوا سرعة ممكن يحصل تحتها كيرز تاني فهيحصل ركرانت كيرز هكذا طيب الكلام ده انا شرحتوش دولتي لانه اصلا انا مشروح دلوقتي هو في 8 فيديوهات فكل جملة من دول هيتشرح ممكن فيديو لوحدهم طبعا انا بأفور مش فيديو لوحدهم حاجة فسيتشرح بالتفصيل قدام فاهم لاش داعي دلوقتي ان انا اشرحهم بالتفصيل تمام فبعد كده بقى في الوقت الحديث بتاعنا بعد تطور دلت الماتيريز وبدأ ان يظهر حشوات جديدة وحاجات من دي جاء واحد اسمه برونر هو وزي ما يدعو حطه نظرية جديدة في فسميناها ايه يعني اقل انه عدلة يبقى نظرية كافتي بربريشن معدلة دي هي البربرشن اللي بقى الحاجات الجديدة بقى المسلا 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 بيحتاج بس ان احنا نعمل ايه ان احنا يا دوب هنشيل الدفكت يعني فيه كيرز يا دوب هنشيل الكيرز وبس يعني زي ما احنا عفين الكمبوزت احنا بنبدأ انه هو مش زي الامالجم هو احنا بيمسك ازاي ان احنا بنعمل بنحط عليه بعد ما نشيل الكيرز بنبدأ ان احنا نحطه في فسفورك اسد فهو يعمل مايكرو جورز وبنحط كمان بوند وبعد انه نحط الكمبوزت فليحوار تاني مش زي الامالجم يعني كان بيمسك مكرو ميكانيكا كان بيعشق في السنة فطبعا ده احنا كان لازم نعمل شكل معين عشان ينفع انه يعشق في السنة لانما الكمبوزت مش كده وطبعا برضو احنا الكلام ده هنكتب التفصيل قدام بالنسبة للكمبوزت والامالجم يعني فطبعا الكمبوزت احنا نقول ان احنا بس منشيل الدفكت من غير ما نعمل بقى حاجات الحوارات بتاعت الامالجم والكست متل دي ان احنا مش محتاجين نعمل بقى وطبعا الكمبوزت احنا بحاجة الكمبوزت ممكن بعد كده وبس منعمل خطوات بتاعت الكمبوزت ممكن نعمل بيفل هنا ودي حاجة هناخدها قدام يعني نعمل بيفل هنا بحيث ان نشيل في ما بين السنة بتاعتنا الطبيعية وكمبوزيت زي هنا كده ما يبقاش باين خط هنا ان في حشوة في حوارات بنعملها بكمبوزيت بس المهم ان احنا مش بنحتاج ان احنا نعمل بولا ولا بول ديزاين ولا الكلام ده احنا يدوب بنشيل بس التساوس تمام? يعني ده اللي احنا محتاجين نعرفه احنا يدوب بنشيل التساوس او بنشيل فقط طيب وبنقول ان احنا ممكن كمان بعد التطور اللي احنا وصلنا له فان احنا نحط بريفينتف ميجرز يعني ايه بريفينتف ميجرز في الكيريز دي ان احنا مثلا نحط فلورايد احنا عفين ان الفلورايد بيفيد السنة انها بيعملها وبيخليها تبقى لها تريزيست الكيريز والكلام ده فالفلورايد الحاجات اللي زيه دي اسمها بريفينتف ايه ميجرز وبسبب ان حصل طبعا نسي ما انا بقول احنا اتطورنا من ان احنا كنا بنحط معدن في السنة زي الانضجم بعيوبه بقى وبيوصل حرارة وكهربة ومش عارف ايه لحاجة زي الكمبوزيت اللي كان شكله وحش الحاجة زي الكمبوزيت بقى شكلها اجمل وميزات تانية طبعا وكمان الانسترومنت اللي احنا بقى انها منستقدمها بعد ما كان ايام لحاج جي بي بلايك كان بيستخدم هند انسترومنت دلوقتي بقى فيه الروتري انسترومنت اللي هي كونترا والكلام ده والتيكنكس اللي احنا بنتكلم مساء فيه طبعا التكنكس فبقى فيه تكنكس كتير فنستخدمها على حسب الماتيريا اللي احنا هنستخدم فالكلام ده كله تسبب ان احنا في ايه بعد ما كنا عند حاج جي بي بلايك بنبدأ ان احنا ممكن يبقى مساء هنالكيرز سوبرفيشي خالص بس احنا لازم عشان نقطط القماتجم عايزين نوصل يونفورم ديبت بتاعنا فهنمزل تحت كتير نشيل من السنة كتير فاحنا كده محفظناش على السنة انما هنا لان احنا مش محتاجين اكتر من احنا نشيل بس الدفكت فبالتالي ده خلا ان بقى فيه مور توث كونسيرفيشن كونسيرت كون او خلق عمل كرياشن للتوث كونسيرفيشن كونسيرت الحفاظ على ان احنا نحافظ على السنة اكتر ازاي ان الكافيتي بتاعتي بقى تسببات اصغر بقى مور فريابل وليس كومبليكس فورمس مش زي احنا هناخد طبعا يعني هناخد تايما الفيديو التاني او كده الفورمس بتاعت كافيتي بيربريشن بتاعت جي في بلايك فهتبقى حاجة معقدة وبتاعتنا طبعا مش هنشغل بقى بشكل كافيتي ولا بتاعتنا بنشيل بس الدفكته وخلاص ونحط الماتيريات بتاعتنا طيب جاء بقى تعالي ناقش دلوقتي كافيتي بيربريشن بتاعت جي في بلايك اللي هي اول حاجة بتاعت الامالجم اللي هي كونفينشنال كافيتي بيربريشن حطلنا شوية جايدلاين عشان نعمل توث بيربريشن دي ايه هي ان احنا محتاجين ان احنا عشان نعمل كافيتي بيربريشن محتاجين tego supportiveلي شوية حاجات اولهم مثلا ايه النية الديني دفنت mecanical retention اه في البربرريشن طب ازاي النية الديني دفنت mecanica retention يعني ايه اصلا moicanical retention احنا اتفقنا من الامالجم دا فيعشاء في السنة فلو انج عندي سنة بالمنظر دا مسلا اني عاملت الكافيتي بتاعتي كده بحططت الامالجم اولجم دا دوب حاجة مثلا انا حطيته مربع كده اتحطي هنا هو ما بمسكشه يعني ما بيزقشه ما بيعانش اي حال خالص فأنا قرأت حطيته يعني السنة دي انا لو قلبتها الا مالجم ده ممكن يقع يعني ما فيش حاجة مسكية اصلا ما مش مسك في حاجة هو محطوط بالحب كده فبالتالي احنا عايزين نعمل حاجة تثبته الحاجة اللي بتثبته دي دي هي اسمها ايه ان احنا عايزين نعمل mechanical retention زي ايه زي ال undercut ازاي يعني ايه undercut يعني ان انا هاجب ال invertedكون بتاعي ده وابدي انزل في ال cavity من تحت فال invertedكون في نازل بيجبر يعني من فوق صغير ومن تحت كبير فانا مجرب ما بمشي بس كده جنب الحيطان بتاعت ال cavity بيبدأ يتكون عندي الجزء الصغير اللي عند الموس اللي تحت ده ده كده دخل لجوه ده كده بنسميه ايه undercut ده بيجي فيه ال amalgam يدخل تحت هنا يعشق فبالتالي ال amalgam بقى من تحت من هنا اكبر من من فوق من cavity من فوق فمش هيعرف يخرج ده المنزر ده كده نحطت ال amalgam هنا في حتة كده يعني ال amalgam نزجه خط مستقيم وحتة دخل الجوه من هنا وهنا حتة دخل الجوه من هنا فبالتالي ال amalgam بقى معشق في السنة مش هيخرج تاني مش هيخرج او مش هيقع فبالتالي لان ال amalgam زي احنا انت فيقين ان ما بيمسك ايه macro mechanical فاحنا عملنا ال amalgam mechanical retention مع الطريق ال undercut ان احنا نخليه عشق في السنة بال undercut طيب ايه كمان ان احنا نعمل extension preparation في ال adjustment bit وفشر عشان نعمل ايه prevention recurrent care يعني ايه يعني ممكن مسلا سنة تبقى جاية نلاقي ان هي فيها care ومشية شوية مقربة نحية مثلا ايه زي بالسنة دي كده مقربة نحية ايه البالتال بت فطرمانيا مقربة نحية البالتال بت انا مش متأكد care is di في البالتال بت ولا مش في البالتال بت فانا لو انا شلت بس يدوم وكان في كيرز في البالتال بت وانا سبتها فبعد ما اعمل حشوة مفيش بعد شوية هيحصل يواصلا في كيرز انت موجودين او لسا في بكتيريا هناك فهيبدأ يحصل ايه الحتة دي هتجبر هيحصل هنا cavity تجبر وتروح تحت الحشوة وانا حطتها وتعمل recurrent care is فطرمان انا شاكك ان ممكن يبقى هنا مسلا في البت كيرز يبقى انها لازم اعمل extension البربرation بتاعتي فيها عشان اضمر مية في المية انه ما يحصلش recurrent a care is طيب كمان احنا محتاجين احنا نشيل نشيل ايه نشيل infected dentine ونشيل affected dentine من كل السيرفز يعني ايه infected يعني ايه ايه هنقشو برضو في الفيديوهات قدام يعني بالتفصيل بقى بس يعني عشان الفضول infected من كلمة حاجة مصابة فبالتالي هي المصابة بالعدوى العدوى بتاعتنا ايه مسلا في الكيرز هي ايه ايه عدوى بكتير ايه فهو الجزء من الدنتين اللي هيبقى باحتوي فىه على البكتيري اللي هيبقى باحتوي العادوى اللي اليها ونسببها الكيريز دي الدنتين دا ت reasonable محتوى على البكتيريا دل البكتيريا قعدة تقتل فيه فالدنتين دا هيبقى ايه هيبقى نيكروتيك هيبقى ميت طيب ايه What affected dentine هو الدنتين المتأثر من اسمه ترجمة حرفية كالدنتين المتأثر يعني هين التأثر يعني هو ما واش بفوش بكتيريا بس هو اتأثر بالبكتيريا ازاي ان البكتيريا دي بتخرج مثلا سبغات فبالتالي الدنتين ده اتصبغ بسبب السبغات بتاعت البكتيريا بس الدنتين عايش ما ماتش يعني الدنتين لسه فيتل فحتى هو مثلا لو نزل عليه شوية أسد زي بده ويقزوه شوية مجرد ما احنا نشير الكيرز ممكن الدنتين ده يحتي يبدأ يعني رجعتين يحصل له ايه طيب دلوقتي كمان نشير كمان مينة عشان يعني ايه ان احنا نشوف يعني ايه ازاي يشوف احسن يعني انا لما اشيل من السنة جزء من السنة سليم اشيله عشان يشوف احسن طب فين الكونسيرفيشن في كده يعني ايه يعني ايه اصلا ان انا جين اكسس وجود فيزابيشن يعني مسلا عندي سنة زي دي اهو ده كده مسلا كده سنة عادي خالصة بس في ايه كيرز في بروكزما سيرفس فانا عاوز افتاحه كلاسطو فدما هاجا افتحه كلاسطو او اجيب البر بتاعي كده وافتح كلاسطو هشيل من هنا لو انا شرط بس يعطه verkائز من هنا اوهاول بالنسبة لي الحصول في بعض هنا مش معنى لان احنا لو رجعنا ورا هنا هلاقي هنا ايه الكونتاكت ايري يبقى دي منطقة الكونتاكت ايري ايه السنتين اللي همسين في بعض هنا فانا بعد ما شلتها هاجا بص هبقى بسبب ان السنة دي مقربة قوي من المنطقة دي مش هبقى شايفها في البق يعني الوقت عشان الصورة من فوق ومتصورة وبتعلمها لو ما تبقى في البق انا وستحيل اشوف المنطقة دي فعشان اشوفها هعمل ايه هروح امشي بالبير بتاعي اشيل شوية من هنا وشوية من هنا الجزء اللي انا شلته من هنا ومن هنا ده خليني ان انا اعرف لما اجاب بص اشوف كويس المنطقة دي اكشفها منطقة الكونتاكت ايريه فلما اجي حتى احط الحشوة بتاعتي اعرف ان انا اثبت الكونتاكت بتاعيتها من هنا وهبقى شايف اصلا انا بعمل ايه فبالتالي انا كده عملت ايه ان انا اخدت اكسس وبقى عندي جود فيزابيلتي عن طريق ان انا شلت جزء من الهيثي توسط ركشور ده طيب بس احنا زي ما انا اتفاقت كده فين الكونسرفيشن احنا اصلا الفارع ده من الدينتسري اسمه كونسرفيتف دينتسري فبالا انا قاعد اعمله ده اهل اشيل جزء من الهيثي توسط ركشور ومش عارف ايه فين الكونسرفيشن في كده فبسبب الموضوع ده بقى في ايه كالعادة زي ما احنا قلنا ان جي في بلاك حط الكونفينشنال كافيتي برباريشن جا بعده برونر وزميلو حطوا ايه حطوا النظرية بتاعتهم فبقى برضو زي احنا اتكلمنا من شوية عن الحاجات اللي احنا عاوزين يعني كافيتي تعملها بالنسبة للنظرية بتاعت جي في بلاك فاحنا بسبب التطور اللي حصل دلوقتي زي ما انا قلت مثلا برونر وزميلو جزء بتاعتهم فبقى يعني لان احنا في احنا بتشير بس الدفك فخلاص ده بقى كده مش زي الحاج جي في بلاك اللي كان بيشيل حتى الجزء السليم من السن او بيمشي وخلاص كده ده فازاي بقى مصد كونسيرفاتيب او بقى مور كونسيرفاتيب عن طريق ان احنا بقينا منستخدم بروفينتف ميجر دلوقتي مين اللي قال بروفينتف ميجر ده كيان برونر وزميلو احنا قلنا في بروفينتف ميجر ده زي ايه زي الفولورايدشن مثلا بتاع الوطرن المية اللي نحنا بنشربها دي اسا او مية بتنزيل من الحالفية دي بحضولما فيها الفولورايد بالنسبة معينة بحيث انها تعمل ايه بحيث انها تقوي السنان بتاعتنا ان احنا نستخدم معجول السنان فيه فولورايد نحنا نحط الفولورايد على السنة نفسها يعني وبشانتيج llegado او كده عبد اولا انا احطلو فولورايد على سنته ان احنا نخصيل السنان كويس ونعمل فيلوسنج دلوقتي نخسلها بالخيط. طيب ان احنا كمان دلوقتي بقينا منفهم الفاكت انه ممكن يحصل. يعني ممكن مسلا يبقى فيه في الجزء من الدنتين. اه اللي هو ايه. احنا كنا بنقول ان نجي في بداية كان بيقول ان احنا بنشيل. والأفكت الدنتين صح? طيب دلوقتي في النظريات الحديثة دي. احنا بنشيل بس الانفكت الدنتين. اللي هو جوال البكتيري. انما الافكت الدنتين احنا بنسيبه. لان احنا عارفين انه وهو ده لسه فيتال. فهيقدر نعمل ريمين ريلايزيشن تاني عادي. مش بحتاجه ده انا اشيل. انا هسيبه عادي. وممكن اساعده بس ان انا حطله فلورايد. او احط حشوة بتفرز مثلا فلورايد او كده في حشوات بتخرج فلورايد. اه وفي حشوات بتحفز تكوين السكن ريدنتين والكلام ده. فهيدو بحطله بيحصل ريمين ريلايزيشن وخاص مش بحطله انا اشيله. هبقى مور كونسيرفاتف واحمل بالبه اكتر. صح? كمان ان احنا بسبب اه ان بالكاو بقى فيه دلوقتي حشوات جديدة بقت شبه السنة بالضبط بنفس الكلر بتاعها. شكل الكلر بتاع سنة بالضبط زي الكمبوزيت والحاجات دي دلوقتي احنا ما منعرفش نفرق ما بين اه هي دي حشوة ده ده او 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 طريقة بتاعتنا. الحاجات ده في الدنت الماتيريا طبعا كنا واحدين اه طرق الطرق البند والتطور اللي حصل فيهم. اه ان بقى كمان رستورة في ماتيريا الممكن فلورايد ريليزيشن. اه انت بقى بتخرج فلورايد زي ما انا قلت في النقطة اللي فوق. وبقى في نفس الفوق ده ان بقى فيه تطور كمان لسه فيه تطور بيحصل يوم عن يوم في رستورة الماتيريا دي في الحشوات. اه الادوات انا بستخدمها والحاجات انا بستخدمها عشان نعمل دياجنوزيس بقت اه متطورة اكتر وبدأت ان يتطور اكتر بالطرق اللي انا بعمل بها دياجنوزيس. فممكن حاجة يعني فده بيوفر على ان انا بقيت بقى شخص حلو جدا. فبالتالي انا ممكن بسبب يعني انا نقش مشخص كويس او ايام زمان مسلا او كده انا ممكن اعمل اخط حاجة اه اشيل فيها هتبقى انفيزيب شوية وهشيل الجزء متوسي مكانش يلازم ان انا شيله. بس دلوقتي بسبب الامبروفمنت في دياجنوزيس. انا عرفت ان اعمل دياجنوزيس. او عرف الجزء بس انا محتاجة اشيله مش اكتر. فبقى انا بقيت كمان عشان الناس دلوقتي مع التطور اللي احنا فيه مع مع جين السنامة الجديدة مع الانترنت والمعلومات الموجودة عليه والتوعية. فبقى فيه بترقورات هاجين. بقى كمان مينتيننس ميكانيكا الريتنشن. فده زود الريتنشن. احنا ممكن زي ما احنا عملنا في الريتنشن. ممكن برضو دلوقتي عادي نعمل برضو ميكانيكا الريتنشن. بالنسبة للحشوات دي مش شرط نحمل عمل اللي همش عادي ممكن نعمل برضو. بحيث ان هو يزود ايه الريتنشن اكتر واكتر. هو بقى دامن ان الحشوة دي تقعد مدة اطور. تمام? طيب. ايه بقى هي بتاعة او ايه هي المفاهيم بتاعة او ايه صبورة الانعمل لازم ان احنا نشير. طب ان صبورة ده زي ايه? زي مسلا عندي ده كده لو انا اعتبرت ان ده صفر ده دينتين. والابيض ده انعمل. فالجزء ده من الانعمل اهو فوق السهم. لو نزل عليه فورس في جهة السهم ده. طبيعيا مفيش حاجة تحت تسنب هيتكسر. ايش معنى? وان احنا عارفين ان الانعمل ده حاجة بريتن زي زي الاز. فانا اعتبر مسلا ان محطوط ازاز عالتراويزة اعتبر ان ده 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 ازاز الابيض ده والنصفر ده ترابيزة. لو احنا حطينا ازاز عالتراويزة بالمنزر ده. وبقى في جزء من ازاز خارج برها كده. وجينا عن نزلنا حاجة ايه ده او فورسة قوية قوي عالجزء ده. مش الجزء ده من ازاز هيتكسر. نفس الفكرة في الانعمل. فالجزء ده انصب بورتة بالانتين. فلو نزع لأي فورسة هيتكسر بالمنزر ده. هتكسر. كمان او فورسة او فورسة او فورسة او ايا ايها ما ينقل الكلام ده احنا لازم اننا نعمل اين شيل برضه. اواه رمانيك توصل عالجزء غير متأكدن ان احنا نسيبو يبقى صرونج أس بوسبل. انا مسيبوش مصلا انصبوط الاانعمل مسيبش جزء فيه ده فورسة ده لانا لازم تبقى صرونج. عشان لما يبقى رمانيك توصل عالجزء يبقى استرونج. او سيبقى عالجزئ تبقى استرونج. لازم ااخد بدي ان البال بيبقى وفيه طرق كتير الموضوع ده ان انا لازم ان انا اختارها بالنسبة ان انا بص كده على حسب التوستركشور اللي قدامي احدد ان انا مفهود استخدم انهي حشوة مش اي حاجة كده مش عبط هو يعني مش اي حد يجيلي احطه نفس الحشوة لأ انا بالنسبة للمنظر بتاع التوستركشور المتبقي هقدر على اساسه ان انا احدد الحشوة دي تنفع الحشوة دي ما تنفعش مسلا واحد سنته متكسرة جامد او مش مش باقي منها جزء كتير فاحنا ساعدها نبقى محتاجين احنا ندور على حشوة تبقى اقوى تبقى تستحمل فرصة قعبة عن مثلا واحد تبقى سنته فيها كسر صغير فانا لا لا انا ممكن عادي يحط حاجة تبقى استيك بتاعتها عليه قوي 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 مش هلزم الفرص لان الجزء صغير فهكذا لازم ان احنا على حسب المنظر القدامي اختار الريستوريكتف ماتيريال دي طيب ايه هي او ايه هي اهدفنا من احنا نشيل اي دفكت ونعمل ايه موفر الحماية للبالب لان ده هدفنا هو ده السنة البالب حصل فيه حاجة السنة ماتت خلاص باطنان فيتال محتاجة انهم نحنا احنا ايه نوفر بروتكشن البلد ونشيل اي دفكت ما هو ان احنا الهيستوريشن اللي احنا بنعملها دي نحافظ فيها على ان احنا نبقى كونسيرفاتف على قد ما نقدر ما نشيلش بكوز انتوستركشور كتير بشكل غبي في البوز السنة ونخرج بره المفهوم بتاعنا بتاع دينتسري احنا ماشيين بأي فرع في دينتسري ان احنا لازم نبقى كونسيرفاتف لا احنا لازم ناخد بالنا قوي 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 من حكاية نحنا نحافظ على ان احنا هنشيله ده مش هيتكون تاني لازم ان احنا ايه نحافظ عليه كمان عشان نكون ان هي تبقى تحت اللي هي قوة المدغ واحنا بناكل او بنعمل كده طبعا دي فرص عالية قوي 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 لان المسلس او علوات المدغ بتاعتنا قوية جدا فاحنا لازم نحط حشوة تقدر انها تستحمل دي مش اول ما العيان مسلا يجي اكل حاجة فهب تقول الحشوة مكسورة ماينفعش احنا لازم نختار حشوة تقدر تستحمل الفرص ومستيكيشن دي وما تكسرش تحت الفرص دي ولا ان احصادها تقع او كده كمان ان الحشوة دي انا محتاج اهم حاجة مثلا لو هي في انتيريو تيس او كده يبقى عندها قساتك ترجعلي الشكل الجمالي يبقى شكل السنة كويس ترجع تاني الشكل الطبيعي بتاعه ويبقى فانكشنال بليسمينت ان احنا نرجع برضه فانكشن بتاع السنة تاني تقدر ان السنة تشتغل تاني بتاعها في المستيكيشن والكلام ده طيب امتى التيس بتحتاج التيس بتحتاج ان احنا نحطوها حشوة في ظروف كتير جدا ازاي مثلا ان احنا عشان نرجع بتاعت التوز سيرفز يعني ايه يعني انا التوز سيرفز عندي بالموان غرباهو التجريتي بتاعته او المقاونات بتاعته او كده طبعا رايح افضاهي خالص بسبب الكيرز الكتيرة دي فانعاوز ارجعها فاعمل ايه اجي براوند بيرامشي هنا اشيله مش عارف ايه وابدأ اعمل خطوات بتاعتنا نحط restorative material ارجع تاني السنة شكلات طبيعي اما انا كده رجعت الانتجريتي بتاعتها ومنجرد من رجعت الانتجريتي بتاعتها ورجعت السنة شكلات طبيعي انا كده كمان رجعت بتاع السنة خلان ان خليت السنة تعرف تاني تشتغل زي ما كانت وزي طبيعتها بالظلط لان انا كمان رجعت لها نفس الابيرانس بتاعها ولما انا اصلا بعمل preparation عشان احط restoration دي انا شلت كده كده disease de tissue من السنة شلت الجزء فيه cares ده وجزء المسوس ده انا شلته ولمان انا شلت عملت ايه بدلته او عزرا يعني او انه ممكن مسلا يبقى فيه محطوط restoration restoration دي تبقى بايزة حاجة زي دي مسلا فرق ما بين ممكن ينزق ايه حسب بسبب record care او كده فممكن ان احنا ايه ان احنا من replace نغير الحشو دي خالص انحط حشوة بدي ده زي composite انا شكله كويس ازاي وامر وزي الفل ده او شكل السنة الطبيعية او ان احنا يعني ده حد مسلا عمل حشوة composite بس شكلة بس فيها حاجة مش مزبطة العين لما بيقفل بيبقى حاسس ان هو ضغط على حاجة فحشوة عادية شوية فهيجيدي مسلا ابدال هنا ايه اشي شوية من composite بحيث ان هو وطي الحشوة فهتبقى افلته كويسة اه ومنقول ان احنا اكتبالنا عمله او ايه تفسير هو زي ما يقول improper broken contact broken contact مش مزبط في gengible access of restorative material restorative material نكمل اوي تحت في defective او open margin في جزء ما بين to structure و restoration ممكن يدخل منه حساس تاني بسبب recurrent cares او اشتركلي وحش زي ما احنا شايفين كده في الامال الجمدة خنرجعوا حاجة شكلها كويس شوي بس